موسيقى موجزون لأهم الأنباء من قناة حلب اليوم أهلا بكم أعلنت جبهة الوطنية للتحرير عن مقتل وجرح العشرات من عناصر قوات النظام في هجوم انشنوه على موقعهم في بلدتي أتح وجرجناز شرقي أدلب من جانبه أفاد مراسل حلب اليوم بأن فصائل المعارضة تمكنت من قتل أكثر من أربعين عنصرا للنظام وإصابة عشرات آخرين في بلدتي التح وجرح جناز إضافة لتدمير عدد من الآليات قال رئيس جمعية الهلال الأحمر التركي كرم قنق خلال مؤتمر صحفي عقده بولاية هاتي التركية أن 250 ألف سوري نزحوا إلى الحدود التركية جراء الهجمات الأخيرة على إدلب ودعا قنق إلى تقديم المزيد من المساعدات الإنسانية للنازحين واصفا إيقاف إيصالها وترك الناس أمام مصير الموت بالجريمة الإنسانية ومطالبا المجتمع الدولي بالضغط أكثر من أجل تجديد ألية إيصال المساعدات الإنسانية للحدود إلى سوريا أكد ممثل هيئة الإغاثة الإنسانية السورية إيهاها في ولاية غازي عن تابتون جاي منجيلي أنهم سيرسلون مساعدات تتضمن ثمانية ألاف متر مربع من السجاد للنازحين السوريين على الحدود وأشار منجيلي إلى أن ذلك يكفي لتجهيز ألف وأربعمائة خيمة مبينا أن الإيهاها أرسلت منذ وقت قريب عشر شاحنات مساعدات إلى النازحين السوريين فاز العميد في قوى الأمن الداخلي التابع للنظام حاتم الغايب بمنصب رئيس اتحاد كرة القدم التابع للنظام بعد حصوله على 52 صوتا بفارق سبعة أصوات عن منافسه أنس السباعي كما عين العقيد في قوات النظام زكريا قنات بمنصب نائب رئيس اتحاد كرة القدم بالتزكية لعدم وجود أي مرشح آخر أفضت وكالة سمارت أن قوات سوريا الديمقراطية حولت المدرسة الوحيدة في قرية الارتوازية التابعة لنحية سلوك بمحافظة الرقة إلى مقر عسكري وأوضحت الوكالة نقلا عن أحد معلمي المدرسة أن إدارة المدرسة تلقت بلاغا قبل يومين يطالب بإفراغها من الطلاب وتحويلهم إلى مدارس قرية الكنطري بهدف استخدامها في أغراض عسكرية وفي خبر أخير ذكرت وكالة عمون الأردنية أن الجيش الأردني أحبط محاولة تهريب كمية كبيرة من المخدرات بواسطة سيارة حاولت اجتياز الحدود من الأراضي السورية وانقلت الوكالة عن مصدر عسكري بالجيش الأردني أنه تم ضبط سيارة تحوي نحو 200 ألف حبة مخدرة من نوع كبتاجون و14 ألف كف حشيش وتم تحويلها إلى الجهات المختصة مضيفا أنه تم الاشتباك مع المهربين الذين تراجعوا إلى العمق السوري ختام الموجز يأتيكم بعد قليل برنامج اقتصاد سوري إلى اللقاء اشتركوا في القناة